محافظة البنك المركزي علي العلاق توجيهة جديدة لاستقرار سعر صرف الدولار إذ أكد أن البنك هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة منه وتفتيشها استنادا إلى قانونه مشيرا إلى أن نقلا نقدي بالدينار والدولار وأي عملة أخرى مسموح به داخل العراق للجميع وبهدف منع إخراج الأموال النقدية التي تزيد على عشرة ألاف دولار عبر الحدود والمنافذ أوضح العلاق أن الجهات الأمنية تقوم بمتابعة المركبات وتفتيشها في الطرق المؤدية إلى الحدود لمنع التهريب فيما شدد على أن تكون المبالغ المرسلة من المصارف والشركات إلى فروعها مصحوبة بوثائق من الجهة المرسلة تبين تفاصيل المرسل والمرسل إليه وتقدم في نقاط السيطرات الخارجية عند طلابها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر